تعنت حوثي جديد يفشل تشغيل أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمان بحسب ما قالته الحكومة وزير الإعلام معمر الإرياني قال إن الرحلة تعثرت جراء عدم التزام ميليشيا الحوثي بالاتفاق الذي ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الشرعية وفقت الحكومة على سفر 104 ركاب في أول رحلة من مطار صنعاء الدولي إلا أن الميليشيا تصر على إضافة 60 راكبا بجوازات سفر غير موثوقة وصادرة عنها الوزير الإرياني يؤكد أن الحكومة ترفض ذلك الاستغلال من قبل الحوثيين ومحاولتهم الاستفادة من الهدنة لتهريب العشرات من قياداتها وقيادات وخبراء الحارث الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني بأسماء وهمية ووثائق مزورة تأجلت هذه الرحلة إلى أجل غير مسمى ويرى مراقبون أن اشتراطات الميليشيا في اعتماد الجوازات الصادرة عنها يقود إلى فشل إعادة تشغيل المطار خاصة في ظل تواطئ الأمم المتحدة مع الميليشيا وعدم الضغط عليها للالتزام بالهدنة الإنسانية طيران اليمنية كانت قد أكدت عدم حصولها على تصاريح تشغيل أول رحلة لها من مطار صنعاء ومنذ سنوات تخضع الرحلات الجوية في اليمن لشروط الحصول على تصريح من عمليات التحالف السعودي الإماراتي تبقى الهدنة الإنسانية مهددة بالاتهامات المتبادلة بين ميليشيا الحوثي من طرف والتحالف والحكومة من طرف آخر يقابله قلق أممي ترجمة نانسي قنقر